أهلاً وسهلاً ومرحباً بكل أوفية لإدعاء القريبة منكم مات غاديو كنت لقوم معكم اليوم في حلقة جديدة من برنامج سيداتي ساداتي بفقرات منوعة فيها أفكار فيها اقتراحات وفيها الكثير من الحيال يدار اليوم إن شاء الله كيف لعادة غاديكون مرافقني الخبير والمختص فان ديكور سامي دانان لكي يجوب على كل أسئلتكم اللي هي مرتبطة ومتعلقة بالديكور فقرة بريكولاج غادي ندرجو من خلالها مجموعة من الأفكار ومن الاقتراحات وصلتنا من عند أسماء الزروالي من عند مريم ومن عند أم واليد وفقط للإشارة بالنسبة لبعض المستمعات أنا عارفة لأنه على قد المحبع لقد ما كيكون العتاب لكن إحنا في البرنامج فما كينش فرق نهائياً ما بين مستمعة وأخرى باتاتاً فبالنسبة للإقتراحات والأفكار اللي كتوضح في صفحة دي البرنامج دائماً كنشوفوا أشنو اللي جديد وأشنو بعض المرات كتسمعوا حتى بعض الأفكار والإقتراحات بعض الناس كيضنوا لأنه فيها تكرار هي ما فيها اشتكرار نهائياً إذا رجعت المكونات مثلاً على سبيل المثال اليوم معنا واحد البديد بالنسبة للفروماج حمر في حلقات سابقة كنا عطينا بديد للفروماج حمر بمكونات أخرى واليوم هذه طريقة جديدة يعني في كل مستمعة كتجتهد وكتقاسم وكتشارك معنا فكرة اللي كتكون جديدة وإحنا عارفين أنه المستمعي الكرام غادين يستفدوا منها فالواجب دينا لأنه كندرجوها في كل حلقة هذا فقط كان توضيح بالنسبة لمستمعات كريمات اللي كيكون بعد مرات منهم العتاب فاليوم كيف ما قلنا معنا أفكار واقتراحات من عند أسماء الزروالي من عند مريم ومن عند أم واليد فشكراً على كل الأفكار والاقتراحات اللي هما اختاروا أنهم يتقسموها ويتشاركوها معنا في الحلقة دياليوم ويفيدوا بها كل مستمعي الكرام باب التواصل معكم أو في أنا غد يكون إن شاء الله في الجزء الثاني خلال الحلقة عن طريق الأرقام اللي هي 05-22-46-72-50-51 أو 52 من برنامجكم سيداتي ساداتي والحلقة اليوم رفقة الخبير والمختص فن الدكور سامي دانان كيف الحال سامي؟ الحمد لله أهلا وسهلا بك معنا أهلا بيكم جميع المستمعين الأوفياء شكراً لك سامي وغديمشو على بركة الله باش نجوبو على مجموعة من الأسئلة اللي عند علاقة بالدكور واليوم تحديداً فغدي نركزو على الأسئلة لربما جات من عند بزاف ديال المستمعين الكرام وهي فرصة باش نقول علأنه الوقت اللي مثلاً غنكونو كنجوبو على وحدة ولواحد من المستمعين الكرام فكأننا كنجوبو على نفس المستمعين اللي كان عندهم نفس السؤال فقدين مدوا بأول سؤال كان من عند حاكيمة من السطات فحاكيمة قالت عندها كوزينة قديمة وبغا تديرها بشكل اللي هو عصري الميسحة دي الكوزينة 3 على 3 سامي وكان فيها ذاك زليج البيض المربع وقالت على أنه وحد ذاك اللون دي الزليج مبقاش عجبها بغا تكوزينة عصرية فكتسولك عطيها القتراح ديالك من قا تحت الزيد داكور بالنسبة في الحالة دي السيدة يعني بيانسور غادت غادت بدي الزليج كيخصات كما كان قوله غادت ريب كل شي غادت بط كل شي من الأفضل أنها زليج يكون من ثقف حتى الأرض يكون ضاير بلا كوزينة كاملة يعني سامي متلا ما نخلوش ديك الميسحة اللي كتكون ما بين ثقف وشوية زليج وكنديرو السباغة ما كتنصحش بها في الكوزينة لا لا هذي كتبقى كتجي قد قد مع الثقف بعد كنديرو لفينيسيون بالبلاتخ يعني من الأفضل أنه كنديرو باش كنديرو في الاسبوت باش الدوك يكون أحسن حتى كان عرفون ملي كن عندنا بلافان ما عندناش في نديرو لسبوت كانكونوا متضطرين باش نديرو كنديرو ده لامب بل كيتفكسو في البلافان كييجيو شوية خارجين ولك لايجراش ديالهم ما كيكونش يعني في الكلاء جيلهم ما كيكونش مجهد وكيكون غير سنتخي كيكون غير في الوسط مليكيكون عندنا من فو بلافان كنديرو بالاسبوت يعني كان دوروهم في الكوزين كاملة مليكي تشاعلو وهم التنصوماتيالهم ناكسة قل من هذه البولة اللي ستكون واحدة في الوسط ولكن فضو ديالهم في النتيجة ديالهم كيكون أحسن يعني في الجناب وكل شي الكوزينة تكون روية يعني كيفما قلنا زليج الضوء بالكوزين كاملة بالنسبة للأختيار الألوان كيبقى الضوء ديالها هو أهم حاجة في كوزينة عصرية نعطوها الاختيارة حساني لبغينا كوزينة عصرية شنو ما الألوان اللي كان مشيوليهم الألوان كلهم دابا كل شي الألوان كيبلك اخباروا في الكوزينة أهم حاجة هوını اللون اللي غانديرو في الزليمون ليجينيوا في اللي ب 김 بورت في ذوك البيبان ليجي ذيالي تحت وليه يطيفون اللون مثلا كالكيدر اللونرابج يزير الل يعني عدة اختيارات يعني على حساب الضوء دير السيدة غالبا دوك الي كيسان احنا الي كنقول سناذق الي كيكونوا كتحطوا في الزركة مولتحت او اللي كيكونوا مع القين الي زيرم واللي كيكونوا مع القين الفوت غالبا جيدا هدك الي كيسان كيكونوا بيضين كيقضر يكونوا غري مالي فيصلة هم الي كيعتون اللون يعني غالبا الى كان البيض يعني كديرو اي لون بغي نفذوك البيبن كتشوف اي الضوقة ديالها وبتاخد لا دي سيزيون شنو غدا Charm تم كيبقى عنداه الاختيار 때도ruك اما تدير كلها بيضة ودير دين موتيف اللي كيكونوا او ميليو ويديروا الغابال ديال هادوك البيبان مثلا مثلا إلا كنت بغا تدير البوغدو او للغوج كيمكن لها لنا تختار واحد الموتيف اللي غيكون في الوسط كنقول هو الموتيف يعني كتكون زليجة فعب حالة سوارة ايه وكتكون بشي ديكور ديال كوزينة خضرة مثلا ولا شي حاجة في المماعان او لا هاد شي اللي ابوت اقولك من المخشيار ديال بغدو Balog يكون سوريز أو فخيز يكونوا محطوطين في هذا الطابلو في خوي روج مثلا شي حاجة اللي كتكون أعطي الغابة للغوج مثلا بغاية الفيستاشة أو الأنفخ يعني ممكن أنها تختار التام اللي كيكون مثلا كتكون شجارة أو مثلا كيكون زيت زيتون كتكون محطوطة مثلا كيكون طبيصل زيت زيتون ومورها شجارة يعني كني بزاف ديال التام خصا تعزل في الأول تكون دارتلو شوى ديالها ديال لأكلها اللي بغاية تدير على حساب الضق ديالها ومن اللي تمشي تاخد زليج تقلب تشوف زواقة اللي غاية تدير لها الغابة لديلك البيبن ماشي ضروري الزواقة تكون كلها مثلا خضراء أو لأكل أحمراء يعني كتقدر تكون مثلا إلا بغاية كتقدر تكون غير حبة ديال الفخيز أو لا جوج حبة ديال الفخيز فان غري يعني كيديروا الغابة ديال هداك وهدلي طابلو ما كنكترون همش يعني كيقدر يكونوا في كل جهة يعني علي منو على الأسر كيقدر يكون طابلو لجوج ديال يطابلو في كل جهة يعني غير باش يديروا الغابة وكل شي كي يبقى بيض هذا هو باش كطلعنا يكويزين اللي كتكون مودرن ونصيحة اللي نقولها هو المشكلة اللي كيديرو الناس بززاف هي هديك الضالة اللي كنبنيو ديال بوتاجي مغسهاش تبنى يعني كنبتوز اللي حتى الأرض ودوك اللي كنحطو كنحطو فوق منه مرخان كي الناس اللي كيقولوا علاش علاش حيث اللي كيصان كل واحد كتدير فيه الزيطاجة كيف بغيتين مليك تجي في الاستعمال كيجيو براتيك على المليك يكون بوتاجي طويل عذاك بوتاجي طويل كتقدر عندك إما تدير إطاجة واحدة من راس للراس إما تدير جديد الزيطاجة مليك تجي كما كنقوله بالنسبة للسيدة باش كتستفل حويجات ديالها الداخل كيكون كل شي محلول شي ما كيكونش داك شي مقاد مليك يكونوا داكي الصمع زولين كنقسمهم كيف بغينا وكيكونوا في الخدمة ديالهم كيكونوا بخاتف يعني كنستغلوا المساحة أكثر كنستغلوها أكثر فعلا سامي سعيد كنسوله دائما بالنسبة للكوزينة على واحد زليج اللي هو في الشوفة كيبن بحل تحجرت هو بغيرو في الكوزينة واش كين هاد الامكانية ولا لا هاد السؤال غادي نجو عليه بعد ما غادي نرجعه ودائما في حلقة اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي عامد غاديو لإدعاء القريبة منكم فاصل وراجعين ورجعنا ودائما رفقة الخبير والمختص فان الدكور سامي دانا سامي كنتوقفنا في السؤال اللي هو خاص بذك زليج ديال تحجرت واش ممكن نديرو في الكوزينة ممكن غير هو كما قلنا باش نحتارمه باش تبقى ديك الارموني فيكي المشكلة هو أنه أخصهم يمشون في اللون في حد اللون اللي غادي متماشى لنا مع ذاك زليج هاد زليج رسامي غالبا حتى وكالقوا في غير ذاك اللون ديال غوش بغيك بحل تحجرت غالبا اللي كيتمشى بزاف هو اللي كيكون تقريبا عاطي الباش نعم وكاللي فيه لغوش بغيك لغوش بغيك بالنسبة للا كوزينة لكن غايجي كله بلغوش بغيك غايجي شوية غادي غمق للا كوزينة ايا وغاي ضيقة الميساحة ديالة غزبا صغيرة غالبا كيدار بالباش كما قلت لك يعني خصة الزليج الموني غنديرو الخشب خصويتمشى معه غالبا كيتمشى هو مع الشان وكيبقى تقريبا في ذا كلاس بيالو ناتورال حتى هو صفر الشان كان عارفوه صفر واحد شوية الارضية حتى هي خصة تكون كاتمشى معه مع ذاك الزليج المشكي اللي كين في هذا الزليج هذا هو فيه بزاف ديالة كاريتي وفي هال ديالة كاريتي فيه بزاف ديالة شوية كيلي كيكون هو حرش وكيلي كيكون بغيان كان عارفو الكوزين فيها ليدام فيها لطاش إلا كان زليج إلا كان حرش باش مما كان مات باش مكيكون صعيب في الانتراتيان ديالو يعني نردو البعض ولو يبالينا مات في الشوفة عندو زغير يدينا إلا بالينا ليس ولكن إلا بلنا عاطي ذا كلاس بيال تحجارت يعني من كنقيس وقلقه شوية حرش را كيكون صعيب شوية في الانتراتيان يعني بالنسبة للسيد خصويتشاور مع السيدة هي الأولى باش يشوفوا هاد المشكيلا هاد سمبرك الله عليك يا سامي هاد المشو هاد المره لسؤال آخر كان من عند ام زيد من العيون ام زيد قالت يالله هي كانت في مدينة الدر البيضاء ويالله غترحل العيون وقالت على انها ما بغتش ادي معها الخشب فقدت دير تفريشة في الارض يكون فيها غير البونش غادي تحط في الارض فكتسولك لعلوش حال خاص يكون سامي بالنسبة التفريشة بلدية اللي غدا تكون في الارض ومكينش الخشب بالنسبة النغمال في القلصة القلصة النغمال هي 45 45 سنتيم من الارض سواء كان كرسي سواء كان فوتوش سواء كان سالون ماروكين القلصة هي 45 يعني كان لعبو ما بين 47 48 حتى ال40 ولكن النغمال هي 45 سنتيم ممكن انها الى كانت تغدير غير البونش بوحده كان عرفوه غالبا الناس كي ياخدوه في 50 سنتيم علش كي ياخدوه 50 كتكون الغرق ديالو ما كيكونش عريض بزاف كان كي ياخدوه غالبا في اغي 60 ولا 65 باش مما القلصة باش مما صغارت باش مما كنقدرون نزيده في الارض و باش مما القلصة كتكبر مثلا كان عندنا 75 ما الافضل ما نفوتوش 45 سنتيم في العلو يعني ممكن انها الى كانت تغدير 70 او الى 75 في الجلسة لا وطاق ديالها ما تفوتوش فيها 45 سنتيم نعم نمشو هاد مرة كذلك السؤال الاخر من عند ام اكرام من اصيلة كتسو لك سامي على الرواقات او ال لا الرضويات بالنسبة للشراجم اللي هو مكبار يعني فيهم العرض ومخدمين بالزاج العراقي اشنو النوع ديال الرواقات او ال لا الرضويات اللي كيتماشوا معاهم داكو بالنسبة للزاج العراقي مع الخشب نغمان مو كيددار في ان سالون اللي كيكون بلدي يعني ادي اللولة باش نبدو بها كيكون تفريشة بلدية بالنسبة لهذا الغيدو اللي غدا تدير معاهم يعني كيخصهم حتى ما يكونوا بلديين ويتماشوا مع هديك تفريشة ماشي ضروري انه اللون غادي سبع اللون ديال الزاج او ديال الكالر هو اللون ديال غيدو غاديمشي معه مع التفريشة يعني مع التفريشة ديال الصالون غادي يكون معها يعني الاختيار ديال اللون غادي تماشى مع السالون اللي عندنا موخة غادي نمشو هاد المرة الفقرة بريكولاج بمجموعة من الافكار ومن الاقتراحات واو الاقتراح غادي نبدو به اليوم من عند اسماء الزروالي فاسماء اليوم كتقول لنا اسمعت بزاف ديال الافكار والاسرار اللي هي خاصة بنجاح الكيك باش كيجير طبو كيجي عالي او لمنفوخ وكتقول حتى انا بغيت نعطيكم السر ديالي بالنسبة للكيك اللي كلاها كيشكرها فهي قالت دائما كتنصح على انه الوقت اللي احنا كنبغون طيبو ذاك الكيك فما كانت ننوش حتى كيسخون الفران وانما كان حطو ذاك الكيك وهو بارد كننزلوه في الفران وهادي كنشعلو عليه هدي اول حاجة ثاني حاجة فالحيلة اللي كتدير اسماء وكان سبق ودرجناها في البرنامج على انه كتاخذ ذاك المول ديال الكيك من بعد ما كتدير فيه ذاك الخاليط وكتفرش له ذاك المقلة الوجدية او للمقلة التقيلة هي اللولة كتفرشها ولا تحطها في الفران هاد كتحط ذاك القالب او ذاك المول ديال الكيك فهد السر ولا هاد الحيلة كتخلي على انه ذاك الكيك كيطيب على خطره وكياخد الوقت دياله في الطياب وكتقول العافية راه دائما كتكون مهيلة وبالضبط كنحسبوه خمسة واربعين دقيقة ساعة لاروب بهذا الطريقة كتكون كافية وانتو ما متأكدين على انه ذاك الكيك راه طابحت من الداخل كتضيف كذلك اسماء الزروالي على انه دائما كتنقص واحد الملعقة ديال الدقيق من ذاك الخاليط وكتعودها بالنشا يعني الكمية ديال الدقيق اللي احنا غدي نخلطو بها الكيك اللي كننضيفوها مع باقي المقادير كنحيدو منها واحد الملعقة كبيرة كنحيدوها ديال الدقيق الفورس وكنعودوها بملعقة ديال النشا علاش ذاك النشا هو اللي كيمتص ديال الرطوبة ولا ذاك البرودة اللي كتكون في ذاك المقادير خصا دبا مع الجو كيكون حتى هو بارد فهي كتمتص داك الرطوبة وكتخلي ذاك الكيك كيتنفخو كيجي المنظر ولا الشكل دياله كيش هي كتنصحنا كذلك على انه نحاولو نضيفو في الأخر الوقت احنا كننخلطو المقادير كاملة واحد الملعقة صغيرة ديال الخل مع ملعقة كبيرة ديال الماء فهي حيل بسيطة ولكن كتضمن لكم ذاك الكيك باش كيصدقو كيجي المنظر دياله وكذلك المضاق دياله لديد غدي نمشو الاقتراح اخر هاد المرة من عند مريم مريم خطرت على انها تعطينا واحد الحيلة ولا طريقة جديدة بالنسبة الباديل ديال فروماج الحمر عليها كثيرا فكا نحتاجو فالقاطا في البتزا في شيح من شيئة مرة ماكيكون شو اجزعان عنا فالدار او لا ماكينش فشنو كتضيير مريم قالت بالنسبة لا هي الباديل ديال فروماج الحمر اللي كتستعمل كتاخد بيضا شوية ديال ملحة ملعقة ديال الزيت البلية00 شوية ديال الخل العادي ولل الخل البيض اللي عندكم وللي موجود في الدار وثلاثة ديال فروماجات متلثين هذه المكونات كاملة كتخلطها وهي اللي كتستعملها كخاليد كيكون هو البديل ديال فروماج حمر في أي شيوة فإذا نعيد بالنسبة لمكونات بيضاء شوية ديال الملحة ملعقة ديال الزيت البلدية ملعقة كبيرة بطبيعة الحال شوية ديال الخل إما العادي أو للبيض يعني واحد ثلاثة ولربعة ديال القطارات وثلاثة دي الفروماجات اللي كيكونون ثلاثين هاد المقادير وهاد المكونات كاملة كندوروها في الخلاط الكهربائي والخليط اللي كنحصلو عليه كيكون هو البديل دي الفروماج حمر اغدين نمشو لقتراح اخر هاد مره من عند ام وليد وام وليد اختارت اليوم على انها تقاسم معنا واحد الحيلة بالنسبة لتنظيف ديال الزليج فهي كتديرها في الكوزينة كتديرها في الحمام وقالت دائما الزليج عندها في الدار مدة ديال سنين وكيبان بحلة جديد سابو البلدي كتضيف عليهم الملح الحية ديك الحجرة اللي كتكون مدقوقة وكتضيف معهم الخل الابيض فهاد الخليط كيكون منظف وكيكون معاقم كذلك بالنسبة لزليج اذا المسحوق ديال بيكربونات سوديون كنخلطو مع السابو البلدي يعني الكمية اللي غدا تقدنا ولا غدا تكفينا باش غادي ننظفو كنضيفو كذلك الملح الحية اللي كتكون مدقوقة والخل الابيض كنخلطوهم زيان وهاد الخليط هو اللي كندوزو على الزليج كنت سنة واحد لمدة ما بين ربع ساعة حتى المساعة وكن رجعوك نمسحو النتيجة هائلة كتقول أم والد فشكرا لك وشكرا للمريم وشكرا لأسماء الزروالي على الأفكار والاقتراحات اللي انتم مفتتوا بها كل المستمعين في الحلقة دياليوم ولقاءنا متواصل ومستمر معكم أوفيا أنا حتى انتم معلش لنفيدونا بأفكاركم واقتراحاتكم ومرحبا بكل أسئلتكم على 05-22-46-72-50-51-52 كل أسئلة اللي عندها علاقة الدكور كنجوع ليها اليوم رفقة الخبير والمختص فنديكور سامي دانان اختيار غنائي نسمع لي وراجعين فخليكم أوفيا وبقوا معا ورجعنا على مدغادي وبرنامجكم سيداتي ساداتي فمرحبا بتوصلكم معنا 05-22-46-72-51-52-52 كي نرقم كذلك التواصل معنا عن طريق رسائل الأسماس وكي يكفي أنكم تكتبوا في أول أسماس كلمات ماد كتخليوا فرق صغير وكتبعتوا بسؤالكم أو بالفكرة والاقتراح لي عندكم للرقم 50-80 فأول مكلامة سعيدة على الخط من قناترا أهلا وسهلا بك سعيدة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله لا بس الحمد لله سعيدة في بيت مادر مع سامي ديرال مرحبا مرحبا إخويا عندي دوش يالله صاوبته فيها زليج في كروات صغيرة طفائع ومالين زليج باع خلول كثيرا إخويا وممسوعش بزيان ودكلي بخودوي ما صدقش لي المترجم الآن يكون كبير. ايه. هو كين واحد اللي صغر منه شوية وكنديرو به. اه الى كان عندنا كتير شوية كناخدو الخل بيض كنغليوه. ايه. وكنديرو كترطب به ودوز بالقراطور باش تحيدو. من بعد سعيدة من قناترا هاد المرة غدي نتواصلو مع خديجة على الخط معانا. مرحبا بخديجة. بونجور لله. اهلا وسهلا. شكرا على هاد النصائح اللي كتنستفدو منها بزاف. مرحبا لله خديجة. انا اول مرة كانت تصل. مرحبا. اهلا وسهلا. والله يخليك بغيت نسول هذا سامي دانا. مرحبا. الله يخليك عندي واحد الصالون رومي. وعندي سراجم عرب بزاف. داكو. وكنت ديرا لكوتي ديرا لهم اللي فو كوير. داكو. 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 ساعة ساعة عملي كان حل الرجم بدوك يتقشروا ليدوك لكو دوار. ماشي حيث كتحليش راجم. نعم مسيدي. كننا شرنا غير في العديد من الحلقات. هو سواء كان سامي الكوير ولا كان لفري كوير. ولي كان تكون ضربة فيه الشمش. وما كان مسحوش مرة مرة بشي كريم مرطيب ولا بإن كريم ديال الكوير. وطوماتيهمو كي بدو يتقشروا. مهم. يعني كيخص الأشيعة ديالشمش. ماشي قادية الشراج مكي تحلوه غير الأشيعة ديالشمش هي اللي هي اللي كتدير هاد المشكيل هو أنه كي بدو يتقشروا. باش نعيفت له هاد المشكيل يعني من الأفضل أنه إلا كانت الشمس ضربة فاس يتغطاو. ومرة مرة يتمسحو بشي كريم مرطيب باش ما يبقاش داك المشكيل ما يوقعش مشكيل ديال داك التشقوقات ومن بعد كي بديت تقشر. نمازال معنا خارجة. ولك بغيت نبدل هاد الفو كوير. داكو. وغادي نعطك اللي كله اللي عندي في الصالة. عندي انا قبل كنت كنت دايرا الكوير دايرا في الماران فونسي وعندي الغلاف ديال ديال السدادر في الغوز كروفات. دابا بغيت نبدل الغلاف ديال الكوير ودابا عندي الغلاف باش مغلفة فيه القري وفيه ام بلون كاسي وفيه لغوز كروفات حي تخلي توب باش يتوتالي مع مع الريدو. اش من اللون ندير واش لادرت التوب اش من توب نشري. واخا اه بنسبال هاد الفو كوير هادو كل هديرهم كل هم بسيمي الكوير ولا غتخلي لاسيز مع الكوسان ديريهم بالتوب. بغيت نبدا نغير غلاف ديال في بلاس الكوير واش ممكن دير التوب ولا واش منتوب نصحنين دير. داكو اه بنسبال بنسبال بحال هاكي لك انتي غتبت نغير الغلاف ديال 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 الكاركاس. اه خستعطينا اللون ديال هو ديال القلسة شنو فيه? واش قلت لي فيه المارون. القلسة فيها فيها الغري. امم. الزواق اللي عندي فيها الغري وفيها ام بلان كاسي وفيها لغوز. داكو. 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 وليكوسان حتى هم بحال القلسة بحال بحالها نفس توب. وي. بحال بحال غير التوبة رك عارف ملي كنديرو الغلاف ديال القلسة كيكون تكون المخدفة فيها نفس اللي كولوغي زواق اللي مختلفة. وي. من الافضل عنا تاخد اليك انتي غتدير توب ولا غتدير سيميليكوير من الافضل انا كنفضل عنك تدير ديقري. انقري ليكون داك رادي ديال هادك اللي عندك. غري يكون يتماريه معه. ما الافضل? اممم. معنا؟ مازال معنا خديجة؟ مازال معك من توب تنفحني ندير. بالنسبة لتوب يعني اه اه تشوف التوب اللي عندك فلاسيز. ايلا كانت اين طوال تاخدتها تكون اين طوال تقريبا بحالها. اه. افتيساج خصوهم يكونوا تقريبا بحال بحال باش ميبنش ذاك الفرق. ويلا كانت مبرة حتى هي حتى ديال لك اخصصت مشي بمبرة. من الافضل؟ لا مشي مبرة عندي اه. طوال. طوال وي. من الافضل تكون اين طوال وفتيساج يكونوا مقاربين. لكولاغ تكون اين غري. اه. داكور تكون لكولاغ غريز اللي غتماشالك مع هادك الغري اللي عندك في تمافلاسيز. وخيكون ان ديقرادية رغماشي مشكل. طوال عمرك بارك الله وفيد. يا حفوة لله خديجة شكرا لك تواصلتي معنا. ام زهير على الخط كذلك اهلا وسهلا بك ام زهير. اه مره زهير السلام عليكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا بك. اه الحمد لله لقبتكم هذه السلام من اسبوع وانا كان هاي يأتي الله. مرحبا. مرحبا ام زهير. اه بارك فكال الله. اه عسقتي العيدكم على واحد تصارون عندي. ايه. فيها سبعة متر طول. ايه. وتقريبا عنده اربعة واربعة عرض. ايه. اه عندي ريدو من الرسط للرس. من بلدهم جوشرة جوشرة جمعرات. اه تقريبا كل واحد يمكن جوش مترو جوش مترو. اه اه. عندي توب اه الصاري. اه زهارة عفوا. توب غلاد جوية زهارة. وفي جنب ديالو عندي مبرة خضرة ارقيقة. هاد شيفين? هاد شيف الريدو. 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 الجوهارة مع المبرة ارقيقة. اه جوهارة. جوهارة الخضار فيها الشرطة الخضرين. اه. وفي الشداب عندي مبرة الخيقة. ايه. اش من الريدو؟ المبرة؟. لا لا على الضربية نعيت لك المبرة عندي المبرة باش. اه. الشرطة عرضا. موما بين الشرطة والشرطة شوية تتقلي ماشي ناصحي لها. ايه. ماشي فرنسي. اه. انا مشكلة عندي دهما هادي ما عبت تحمل عبكت من الضربية كل شي كان ضوطي كانش اه. اه. قلتي انا اش من اللون في التلامط؟. عندي مبرة باج مش شرطة عرضا. اه. البيج واش من اللون داخل في دكتور شريطات اش من اللون؟. لا غير البيج. غير كلها باج. ما بين الشرطة المبرة الشرطة عندي بحل السقلة ولكن مشي فرنسي. داكور اه. يعني منه فيه طن شور طن وداخل معا شمية دي السقلة. وبالنسبة لاخدادة دياله. دعم. لاخدادة ديال السالون. لاخدادة عندي كل وحدة مبرة اه البلونكاسي الزوقف البلونكاسي. مشي بلونكاسي. بحل ما بين البلونكاسي بلونكاسي وما بين الباج. واخدادة فيها سقلة. سقل السفر. وبحل متوظة بلونك. داكور. اه. بالنسبة لحي تخصني ضروري انتوا إلا شفنا الفوتو كان أحسن إلا قدرت يتصرفتها لنا. غير بالنسبة لتقريبا يعني ملي كين عندك الباج. اه. على حسب كين اللوان يعني غدا تكون تفريشة رومية. نعم. ما الأفضل انك تاخد تاخد زربية اللي تكون في بلونكاسي. وتكون ايوني. حي تبني سبا الوان ملي اعطيتهم النخص نضروري نشوفو نشوفو تصويرا. باش ممكن اننا نعطاوك تقريبا الموديل اللي يكون اللي يكون احسن. إلا قدرت تسفت تحطنا للتصويرا دي رصانو فلاباج. وراه ممكن ممكن نجاوبوك. نوخا. إذا إلا قدرت ام زهير زوري صفحة دي البرنامج وكتبي سيداتي ساداتي باللغة العربية. خلي الصورة مع السؤال ديالك. إن شاء الله من بعد البرنامج مباشر من بعد الحلقة. غتساخدوا الاجابة. المشون بعد ام زهير هاد مرة باش نتواصلوا مع خديجة على الخط معنا من مدينة الرباط. اهلا وسهلا بك خديجة. اهلا حبيبة كبيرين. الحمد لله مرحبا خديجة. كنشكروكم حبيبة على هاد البرنامج السيق اللي صار حتى فدنا منه بزا. الحمد لله مرحبا بك. مبارك الله وفيك حبيبة. الله يخليك عندي تقريبا في ثلاثة الاسئلة الخابير اللي كان ممكن. مرحبا. اه واخا. اه عندي ده بقى انا يلا بنيس واحد درجة جديدة وعندي تصالون البلدي في احداشر متر على ثلاثة اه فاطل اثمانين. اه. وجاني طويل بززاف. ده ما مصريشة ما عرفت شوش هادك احداشر متر نديرها كلها سدادر ولا نفرق الوسط بشي حاجة هكا بش اه القسمة. واخا سمح لي. بالنسبة بالباب فيني جا عندك. اه ما درجة انا قاع الباب انا حلا. جيت � dyki 11 متر اه. واجت عabord kul 13 متر ولاي جيت في لا فاطل the 3 متre 40 كلها نديرها. لا جيت في الفاطلي فيه 11 متر. جيت في الفاصل الفاطل فيه 11 متر. جيت فالفاطل فيه 11 متر. وتقريبا محلول. وش محلول كامل؟ محلول تقريبا كامل عندي غير واحد المتره في كل جنب بدرتو اهاتك na لا تريد السفارة على الهول وعلى الصالون الرومي تقريبا على اللي فهمت يعني 11 متر وحدة كلها محلولة تقريبا و11 متر وخرى هي اللي تجي مفرشة يعني في هاد الحالة هذي غاي جي او غاي جي او في هاد الحالة هذي عندك جوج دي الاختيارات يعني اختيار الاول هو انها غد جي تفريشة او ومن الافطل باش انك تبدل واحد شوية للكوان ديري دوك الجليسات اللي كان قولو فرماجا كيكونو في الالكوان لا تندانس دابا هم اللي درجاء المودة دابا ديرهم ديرهم في القناة كان احسن و تفريشة غاديك او كين اقتراح اخر ولكن اخص داروري نشوف الفوتو وغاي قدار يكونو فادي مودي في يعني تقدار تهرج الشيحات من هادوك اللي عندك غايكون فادي شوية دي اللي تخافو باش انك دوز دوز ها على دوز تفريشة تكون تقريبا او ولكن فلوسانس الاخر تشد نصف ديك ال 11 مترو وتشد ثلاثة مترو وثمانين ونصف الاخر من 11 مترو وتبقى لك الجيال اخرى تقدار تدير فيها تفريشة رومية تقدار تدير فيها او لا تقدار تحت فيها سالا موجي عندي انا صالون رومي فحلا بالدريجة كتطلع الصالون رومي او ما الافضل هذا ما الافضل انك تخليه تدير تفريشة او وكيف ما قلتلك تبدله غير لكوان ديالون تديرهم تدير على شكل ديال الفرماجة ويلا كان عندك شرجم ما وصلش حتى للراس في هات الجيهة فين غاديك الفرماجة ممكن ان مورها كتكون واحد لطابل دو كوان كتكون حتى هي متلتة كيجي فيها الموتيف اللي كيكون في لطابل تحت والفوق كتقدر تحت فيه دياليكوغ باش كيبين لك السالون واخر شكرا وبالنسبة السؤال الثاني عندي دك السالون الرومي اللي كتطلع له بالدريجة من السالون البلدي كتطلع الرومي بواحد درجة هادك بغيت عندي فيه عندي غندير فيه واحد الخاميات بستيل باروك واش مو ممكن يجيني معاه في الحيط اللي شباه ندير لابياج بالعود واش مغي يجينيش بك شي ماشي هو هادك ولا غي توالم معاه لا بياج في العود في الحيط اللي انفاس ماشي انفاس في الجن بغي يجي انفاك مع السالون البلدي داكو وحده قلت لي عندك في صانو ستيل باروك عندي الخامية الخامية موتيف ديال ستيل باروك ماشي مشكل غير جمعها غدا جمعها ماشي مشكل غير يكون شي ابياج زوين وبالنسبة لاختيار ديال اللون يعني كي يخصو يتماشى يخصو يدير غابل ديال شي حاجة ماشي مع البيبان اذا كانوا عندك بقين بالخشب يعني كيبان لصبيت ديالون مامسو بغينش او اللي يتماشى لك مع شي موبل ي عندك انفاس معاه او اللي مع موبل تيلة اللي كانس صار اونفاس معاه خصو يدير لغابل ديال شي حاجة ميكونش محتوط بوحده ما زال معنا خديجة؟ السؤال اللي عندي نعم حبيبة؟ نعم خديجة ما زال معكم؟ يلا غير قد انا السؤال الخر واش نجاوب عني لانه ممكن نزال بي التصالة خديجة واخة شكرا نستطيع بزار السؤال الثالث عندي انا دبا هات الصالون البلدي وانفاس معاه صالون رومي وفي الجنب كين الهول الهول تقريبا في خمسة متر على شي جوجونس واش ندير فيه تهوة شي حاجة ولا ندير فيه غير طابلو طافي ولا معرفش في خمسة متر على جوجونس اه ممكن ممكن ان تجي فيه ان كونسول مع الميرواغ ديالها اه وكتكون هي معريضاش بزاف ممكن انه يكون تجي فيه بحال استيل يكون بيوفي كيكون تحت منه كتستغلو ممكن انه تحت فيه يعني مجموعة من الاشياء لسرفيات ممكن انه تستعملو البزاف ديال الحويج وفوق منه حتى هو كيكون ميرواغ وكتدير فوق منه دي ديكور ممكن دير ان ميريديان ممكن اعطيك الاقتراحات اللي كنديرو فهدليك بحال هاكا ممكن دير ان ميريديان وتكون معها انطاب الباس ديالها ولكن على حساب الستيل عندك في الدار اه 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 وا اه بينان تفادوا المسحوق كيني بزاف ديال الناس مثلا كيستعملوا الشمبوان فمنها كيخلي ذاك النعومة وذاك اللونة في التوب ومنوك يحيض الغبرة يعني غير كنرقدوه ممكن شلوه بالخصوص في المبرى ايا بالخصوص في المبرى ونصيحة كذلك بالنسبة لطلامت لما كنكونوا سببناهم اول مرة وكيكونوا ذاك الوينات فونسي ومغلوقين فدائما نحاولوا انهو نشرهم على الظهر ديالهم باش حتى الوينات ما كيبهاتوش وكيبقوكي فما هوما غدي نرجعو دائما في حلقة اليوم من برنامجكم سيداتي ساداتي على مدغاديور الادعاء القريبة منكم فاصل ورجع ورجعنا دائما على مدغاديور وفقات الخبير والمختص فند ديكور سامي دانان سامي غديمشو باش نجاوبوا على مجموعة من الاسئلة ونديروا توازن قدر بإمكان ما بيلتصالات وما بين رسائد الاسمس باش المستمعين ما يتقلقوش علينا فمعنا اسمس من عند فاطمة من اقادير نجاوبوا على جوج ديال القلسات صغار كتقول ان وجه ضاوي بزاف هي دارت طلامة غري وخيطاتهم بلونهم مع البيج واختارت الظربية حتى هي تكون بيج ولكن المشكل على انهو دا كل لون غري كتشوف ان وجه غالب فكتسولك واش ممكن انها تدخل لون غوز فيشيا ممكن ممكن انها تدخل غوز فيشيا هم الافضل الى كان امالو مع الغري سينو ممكن انها تدخل مع الغري كنا عرفو كي سمع لي هرس لها شوية الى دخلاته في البتيكوسان وما الافضل ان ندخل معها واحدين اخرين في الباج باش ميجوش كلهم كل البتيكوسان لعض الدخل ميجوش كلهم فيشيا واخا غدي نمشو هاد مرة الاسمس معنا من عند الهام من هوارة كتقول لك اعتقني سامي عندي بنيتة صغيرة وانا مدير السباغة ديالعنبرة اللي هزات البنيتة فيديها ولا توسخو كتمسحها ليه في الحيط باش نقدر نمسح السباغة ديالعنبرة كنعرفو العنبرة ما تبغيش ما كتبغيش الماء بزا في ماء شيفون اللي يكون بالعكس الماء كيخلي فيها بحال طبايا كيخلي فيها بحال طبايا علاش حيت فيها واحد سيغاش كيكون من الفوق وهو اللي كيشرب لنا كيشرب لنا دك الماء كيخص شيفون يكون فازقو مع السر مزيان باش يلا نحيدو بيه ديك الهيطاش اللي كينين والعنبرة إلا شربت لنا مال أفضل أنه كنجيبو المعلم كيعود لنا غيش السيغاج بحالك يمسح شوية دك السيغاج القديم بلايسانس كيتمسح بلايسانس و كندوزوا السيغاج إلا يعرفو نديرو هاد القادية راه كتجي سهلا كنمسح الناس بأن اللي عندهم العنبرة عندهم مشاكل يمشوا البلايسة اللي ما كتبانش مثلا مور الباب إلا كنت في شي طبعا كيخدو لايسانس دي السباغة يديرو في انشيفون وبحالك يغسلو به ديك البلايسة يمسحوها مزيان باش كيتحيد دك السيغاج والسيغاج ديال عنبرارها معروف كيتباع في البواطة و ما غاليش كتهزو بشيفون شيفون اللي كيكون نقي ممكن يكون فيه ليسانس ماشي مشكيل وبحالك تمسح به دك الحيط وتجيب شيفون واحد أخر وتبدأ الدوز بالشيفون وتعطي ديك البغيانس و ممكن أن يجربوها في بلايسة كيف موقت لكن لي ما كتبانش ولا اعطت نتيجة فيما كتكون عندهم شيطاش اللي شوية صعيبة و متحيدة لهم كيدروا نفس العمالية المشور الأسماس أخر من عند عبدالرزاق كيقول لك سامي أنا عندي المعلمين تكرفسوا لي على الرخام بزاف الدار جديدة و يلاه دخلت و دابا الوقت اللي احنا يعني كيقول لك الوقت اللي مدم يعني كتجفف الدار دائما كيكونوا غالسين و كيبنوا لهم بحل ذاك الرخام راهم خطط ديزين في الخطوطة و رغم انه الدار مازال جديدة فكيقول لك دا باشنو الحل داكو الحل هو ان خصو يدير بوليساج للدار يعني ما غادي يعني غايتحق ذاك الرخام من أوله جديد ما نقولوش ان ذاك الحكام ديال الحكام ديال ما اللي فيه روينا و فيه الماء لا كاشكو الله ماشي نيش كبيرة قد دخل الدار ولكن حد ديجا رخام مخدوم يلا فيه جريحات ولا فيش بلايس اللي شهبين اللي ما طالعش فيهم البغيانس يعني يدير بوليساج للدار كاملا من الأفضل و يحاول يحافظ على الرخام كيف مماشرنا في العديد من الحلقات يحاولوا ما يدخلوش بسباب للدار كيكونوا داي بانتوفل كيكونوا شسندالات ديال الدار اللي يكونوا نقين ما تيخرجوا على برا يدخلوا بيهم بالنسبة للنتوايج ديال الارضية يحاولوا باش ما يخدموش ليداترجون ما يخدموش للمسحوق يعني ممكن أنه غير لماذا سخون وصابوا البلدي ويدوزوا به ويدوزوا به ركعت لابغيانس يعني كلهم هادو عوامل اللي غيخليوا لها رخام مدة طويلة تبقى لابغيانس ديالها و حاجة أخرى اللي مهمة ما نخليوش المعلم في مليدينا البوليساج يستعمل السياغاج كيبدأ كيبدأ كيزلق و امامتو ديق لابغيانس ضغياء كالطير يعني امليكا نغسلو المرة الليولادة امامنا اللي امامنا الابغيانس خاصة تخرج مرة خام ذاك النتيجة اللي بغينا تكون خاصة تكون بـ أصلية هي صعبة الأغلبية دي المعلمين كنعرفو كيجي كيحكم زيان كيبقى وليه ضروري كيبقى وليه كيدوز واحد لك وجدي السيغاج كيقول لك رسيغاج هو الحل كيتبالنه الأرض يمقادر هذا هو الأدية النصيحة اللي ممكن أننا نعطيه للسيدة كل شكر لك سامي دانان الخبير المختص فند ديكور شكرا لك ألف شكر إن شاء الله موعيد جديد غدي يجمعنا معاك لأسبوع الماجي شكرا لك سامي نحن وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامجكم سيداتي الساداتي وغداء إن شاء الله يجمعنا موعيد جديد في المزيد من الأفكار من الاقتراحات ومن الحيل للدار لكم أطيب أرق تحية من عفاف ماجد كانت معكم في الإعداد والتقديم سعد عقل رفقتني في الإخراج وساميحة مشكورة كانت في استقبال مكالماتكم بقيت أوقات طيبة وممتعة قديوها دائما رفقة برامج لإدعاء القريبة منكم مدغاتيو إلى اللقاء